النجم الصعيد حكيم المصر بنرحب بيك في أخبار اليوم أهلاً وسهلاً وأهلاً وسهلاً بأخبار اليوم منورانا في تياترو مصر ده السيزون التاني ليك في تياترو مصر عايزنا تتكلمنا عن مشاركتك فيه وشايف هل هيبقى فيه حاجات أقوى من السيزون اللي فات لجذب الجمهور بص احنا كان عندنا مشاكل في السيزون الأولاني حاولنا بقدر الإمكان ان احنا نتفدأ دوت في معادة الإزاعة كنا بنزيع في نفس المعادة اللي بتزيع فيه مصرح مصر البس المباشرة على التلفزيون تمام كان في نفس المعادة فصعب ان الناس يعني تتابع ومع ذلك في ناس تابعتنا يعني وحصل السيزون التاني خدنا بنا من بعض الأخطاء اللي كانت عندنا وبدأنا نصلح فيها يعني والموسم دا احنا داخلين يعني وشايف المقاومات اللي بيعتمد عليها السيزون الجديد في يعني ان هو ينجر المواضيع اللي احنا بنقدمها يعني بنقدم كان في مشكلة في الورق المشكلة الورق دي مشكلة في مصر كلها عموما يعني السنة دي احنا عايزين نقدم مواضيع شوية للناس الناس تيجي تتفرج بمصرح يكون للأسرة ان احنا في الأول وفي الآخر بنزيع للتلفزيون فالموضوع بيوصل للبيت فبنعمل مصرح مجتمع شوية نناقش حتى لو فكرة بسيطة بنناقش بنطرح عن طريق الكوميديا فده يعني الفرقة كلها فكرت في الموضوع دا ان ده يبقى افضل من احنا نطلع نعمل مصرح وخلاص وضحك والناس بتمشي وخلاص خلصت على كده نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله ومنشكرك جدا شكرا لأخبارنا اليوم ان انتو نورتونا شكرا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة